موسيقى نشهد المأزق في إسرائيل على حاله الانتخابات الثالثة في أقل من سنة تنتهي من دون أن يحقق أي فريق أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة المتقدم رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو ومنافس رئيس حزب أزرق أبيض بن جانس لم يقر بالهزيمة لأن الأمور قد تؤدي إلى طريق مسدود آخر وفق قوله في المحاصلة يبدو أن نتنياهو يحتاج مقعدين فكيف سيؤمنهما وما هي خارطة الطريق المقبلة متابعة لهذا الموضوع معنا من القدس الخبير في الشؤون القانونية والدستورية محمد دحلة ومعنا الدبلوماسي السابق مائر كوهين أهلا وسلام بكم ضيفي الكريمين أبدأ من السيد مائر كوهين أبدأ بداية معك ما الأسباب التي جعلت معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يقلب المعادلة ولو بشكل طفيف هذا يعني تحية لك وإذا سمحت لي أن أبدأ بحديث تم إجراءه معي اليوم في أحد القانوات الفضائية وسئلت وفقاً ما يقال بالعامية المصرية لو أن التالتة ثابتة فأجبت أن التالتة مش سابتة ويعني ورغم النجاح الكبير الذي حققه نتنياهو لكن هذا الأمر غير مضمون وقال بشكل واضح لأنهم اعتبروا أن عهد نتنياهو قد أصبح في عداد الماضي ولكن استطعنا أن نحول من اللمونة إلى الليمونادة طبعاً الأسباب التي دفعت إلى هذا الزخم في دعم الليكود وهذا التطور كبير طبعاً أسباب تعود إلى أن نتنياهو يحظى بشعبية ويحظى أيضاً بأنه الزعيم القادر على قيادة الدولة مقارنة مع بني جانس مع ظهور عدة أشياء ظهرت لبني جانس من بينها أحد التسجيلات من أحد مساعدية الذي يعتبر أن بني جانس من الصعب الثقة بأنه سيتمكن من مواجهة إيران ولا يمكن أن يعتمد عليه نقطة ثانية تتعلق بالحملة التي قام بها نتنياهو التي نجحت بشكل كبير في إظهار أن الحكومة التي سيشكلها حكومة الأقلية التي سيشكلها بني جانس هي ستعتمد على أصوات القائمة المشتركة وطبعاً ودعم ليبرمن من الخارج يعني في مثل هذا الأمر الرأي العام الإسرائيلي يعني يعتبر أن حكومة كهذه هي حكومة هاشة وقد تخضع لابتزازات ويمكن أن لا تكمل أيامها بشكل سريع وعاجل وبالتالي هذا الأمر زاد من الالتصاق بنتنياهو وكزعيم يعني أثبت جدارته في عدة مجالات أولاً في رفع اسم إسرائيل في كافة المجالات على الصعيد الخارجي في إطار علاقتها مع الولايات المتحدة في إطار علاقتها الدولية وكذلك في إطار العلاقات مع الدول العربية التي كما قال نتنياهو في حالة إزدهار كبير والبعض يقول إضافة للأسباب التي دفعت لهذا الفوز الكبير بالنسبة للليكود هو الجرعة التي أعطاها الرئيس الأمريكي له من خلال خطة السلام الأمريكية دعني أسأل هنا أستاذ محمد دحلة لماذا تغيرت الصورة بهذا الشكل في إسرائيل لصالح بن يمين نتنياهو يعني بداية الشرع الإسرائيلي بشكل عام يتوجه في السنوات الأخيرة أو في العقدين الأخيرين يتوجه يمينا ولكن بالنسبة لبن يمين نتنياهو هناك أسباب عديدة أدت في إزدياد شعبية خاصة في الأشهر الأخيرة رأينا أن هناك إنجازات أظهرها بن يمين نتنياهو لشعبه أو لفريقه داخل المجتمع الإسرائيلي ابتداء طبعا مما يسمى صفقة ترامب نتنياهو التي تسمى زورا صفقة القرن وعدات نتنياهو بضم حوالي 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية إلى إسرائيل غور الأردن شمال البحر الميت ضم جميع المستوطنات إلى إسرائيل ما حققه نتنياهو على مستوى علاقته مع ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتراف الولايات المتحدة بالقدس على أنها عاصمة واعتراف الولايات المتحدة أيضا بسيادة إسرائيل في الجولان كل هذه الأمور هي أمور ملموسة حصلت على أرض الواقع هذا نهيك عن زيارات نتنياهو إلى دول مختلفة في العالم ومنها دول إسلامية وعربية وعلى رأسها مؤخرا الزيارة إلى أوغندا واللقاء مع رئيس المجلس العسكري السوداني كل هذه أظهرت للشارع الإسرائيلي أن بن نتنياهو يحقق بالفعل إنجازات على أرض الواقع ويقول أو يحقق ما هو يعد به الشعب الإسرائيلي بأنه يحول إسرائيل إلى دولة عظمى والشعب الإسرائيلي متعطش لهذه القوة هو متعطش أن تكون بالفعل إسرائيل دولة عظمى في العالم ويرى أن هذا بفعل يتحقق ويرى أن هذا إلى دولة عظمى ولو بالفساد هناك تهم فساد تلاحق هذا الرجل وبالتالي أريد أن أسأل سيد مائير كوهين هنا لماذا الناخب الإسرائيلي يصوت على بن يمين نتنياهو ويضرب بعرض الحائط كل تهم الفساد التي تلاحقه يعني طبعا هناك عدة أمور أولا كما ذكرت نتنياهو يحظى بالشعبية على قيادة الدولة أو قيادة الويكود وكذلك على الإنجازات التي حققتها والرأي العام الإسرائيلي والناخب الإسرائيلي يرى ذلك بشكل واضح سواء في سيطرته في المجال الأمني وعدم الانزلاق إلى حروب مش مشكلة عندهم أنهم ينتخبوا على رجل فاسد سيد مائير لا مسألة الموضوع هي يؤخذ بشكل آخر هناك ملاحقات قضائية ضد نتنياهو وهذا صحيح وهذا أمر غير مستحب وليس لرئيس وزراء إسرائيل الحق في مثل هذه الأمور ولكن هناك نقاط كشف عنها نتنياهو من خلال التحقيقات وقال إنهم يتخذوا من شهود الدولة في التحقيقات معهم ويهددونهم بأشياء وبالتالي ممكن يصيغوا الكثير من الاتهمات وبالتالي أنا من حقي كرئيس وزراء وهو ما ينصل عليه القانون أن أدافع عن براءتي أمام المحكمة ومستعد أن تكون المحاكمة علنية وسأضحط كل كافة هذه الأمور ومن هنا هناك نوع من الثقة للرأي العام الإسرائيلي لما يقول في بعض الأحيان لكن ما فيه شك أن نتنياهو يواجه مشكلة ومشكلة صعبة تتعلق بمستقبلي أيضا السياسي سيد محمد دحلاء فيما يخص المحاكمة القضائية بعد أسبوعين يبدو أن هناك فصل يفتح كيف يمكن أن تؤثر على حضوظ بن يمين نتنياهو برأيك؟ بداية من نسبة لسؤالك السابق هل الناخب الإسرائيلي يهتم في موضوع الفساد؟ جزء من الجمهور الناخبين في إسرائيل يهتم بهذا الموضوع عمليا كل ناخبين تقريبا كل ناخبين حزب أزرق أبيض الذي حظي على 32 مقعد في البرلمان هم صوتوا ربما لهذا الحزب بالأساس لأنهم ضد نتنياهو ولأن نتنياهو متورط في مخالفات فساد وأمور أخرى غير ذلك مما ينفذهم سياسات على أرض الواقع تتعلق بمختلف مجالات الحياة وعلى رأسها العلاقة مع الجهاز القضائي ومع سلطات تنفيذ القانون والنيابة العامة وما إلى ذلك وهذا الحزب ليس له طرح سياسي يختلف بكثير عن الطرح السياسي الذي يطرحه حزب الليكود حتى أنه يسمى حزب الليكود بيت أو تقليد لحزب الليكود فبالتالي أساس ما يطرحه هذا الحزب وأنه ضد نتنياهو وقد حصل على دعم كبير من جمهور الناخبين في إسرائيل بالنسبة للمحكمة المقبلة والتي ستبدأ في 17 من الشهر الجاري نعم لايحت اتهم خطيرة ضد رئيس المزراء بن يمين نتنياهو بثلاث تهم فساد على رأسها تهمة الرشوة المحكمة ستسير في وقتها المحدد لأن بن يمين نتنياهو لن يتمكن ولن يتمكن على ما يبدو من الحصول على 61 مقعد في برلمان تمكنه من الحصول على نوع من الحصانة أو سن قانون يسمى هنا القانون الفرنسي بمعنى قانون يمنحه إمكانية عدم تقديمه إلى المحاكمة إلى حين انتهاء فترة ولاياته كرئيس حكومة كل هذه الأحلام التي كانت ربما لدى نتنياهو الآن تبخرت في الهواء لأنه ليس لديه هذه الأغلبية في البرلمان الواحد وستين لينفذ كل هذه المشاريع ما تبقى له هو بالفعل أن يذهب إلى المحكمة أن يحاول الدفاع عن نفسه بواسطة طاقم الدفاع الخاص به وسنرى أيضا عدى عن الدفاع في أروقة المحاكم سنرى هجوما كبيرا أكبر بكثير من رأينا حتى الآن على النيابة العامة وعلى المستشار القضائي للحكومة التي بدأت تسمع أصوات بأنه يجب إقالته من منصبه وكذلك على هيئة المحكمة التي ستحاكم بن يمين نتنياهو والتي ابتدأ بن يمين نتنياهو يسرب إلى الإعلام بأنها هيئة قضائية يسارية تم انتقاؤها بعملية جراحية دقيقة من أجل محاكمة نتنياهو وكأن الموضوع مخيط سلفا ضده هذه نقطة واضحة سيد معير الآن نتنياهو بحاجة إلى عضوين لتشكيل حكومته من أين سيتدبر هذين العضوين؟ ما السيناريوهات المتوقعة هنا؟ يعني الحديث يدور على أنه ناطق بلسان الليكود هو تحدث عن اتصالات بتجرة من وراء الكواليس بين أربعة إلى ستة أعضاء من أحزاب مختلفة لمحاولة استمالاتهم للانضمام إلى الليكود وأنهم وصلوا إلى نقاط تفاغم كثيرة حتى الآن لا يعرف من هي هذه الشخصيات ولكن من الواضح أن هناك عدة شخصيات من بينهم يعني من حزب الأزرق والأبيض وكذلك من حزب العمل وتحالف حزب العمل وقشر يعني كل هذه الأمور لكن كل هذه الإدعاءات وكل هذه الأمور تم نفيها من قبل هؤلاء الأشخاص ولذلك لا يوجد شيء مضمون يعني يمكن الخول بأنها فعلا هناك اتفاق فعلا يضمن حصول الليكود على 61 أو 62 صوتا ربما هو يريد نتنياو في المرحلة الأولى الحصول على 61 نائبا مقعدا في الكنيسة وتشكيل الحكومة على وجه السرعة وبعد ذلك أن يفتح بنوع من الاتصالات مع أحزاب أخرى لمحاولة استمالتها للانضمام مسألة الدخول في حوار مع الأزرق والأبيض لتشكيل حكومة وحدة كما سمعنا اليوم في اجتماع الأزرق والأبيض بأنهم رفضوا ذلك قطعيا رغم أن هناك يعني طالقات وحديث ذكرت أن بني جانتس وكذلك أحد يعني أقطاب الحزب يؤيدون مثل هذه الدعوة لدخول في حكومة أعتقد أن الأزرق والأبيض هم يعني وقعوا في خطأ فادح لأنهم رفضوا في حينه العرض الذي تقدم به رئيس الدولة روفين ريفلين في الانتخابات الماضية بتقاسم السلطة بين الليكود وبين الأزرق والأبيض ولكنهم رفضوا هذا العرض وبالتالي إسرائيل تدخل في مرحلة خطيرة من انتخابات رأي العام الإسرائيلي في غنى عنها سيد محمد دحلة ما رأيك في هذه النقطة هل سنذهب إلى انتخابات رابعة أم أنه الطريق معبد لكي يحصل سيد نتنياهو على عضوين ربما بفتح قنوات اتصال مع بعض الكتلة السياسية إغراءهم عبر امتيازات توزير بعضهم يعني ما السيناريوهات المتوقعة برأيك سيفعل نتنياهو والليكود كل ما بوزعه من أجل شراء ذمم هي ليست استمالة وإنما شراء ذمم أو سرقة أعضاء من أحزاب أخرى وعلى رأسها أزرق أبيض وتحالف أحزاب اليسار عضو أحد العضاء المرشحات لمثل هذه السرقة تدعى عمر ينكليفتش اليوم نشر في وسائل الإعلام أنه حتى ابتدأوا باستعمال طرق غريبة ومستهجنة من أجل ضمها إلى أتلاف من نتنياهو إحداها طبعا تشكيل ضغوطات عن طريق حخامات يهود بصفتها متدينة للتأثير عليها للانتقال من حزب أزرق أبيض إلى الليكود لتدعم الليكود والأدهى من ذلك أنه يتم استعمال تسجيلات ضدها قد تمس بسمعتها الشخصية وحياتها الشخصية وما إلى ذلك أي نوع من أنواع الابتزاز وكأننا وصلنا إلى نهج المافيا في السياسة الإسرائيلية الغاية تبرر الوسيلة وكل ما يمكن أن يفعله سيفعل الليكود من أجل تشكيل هذه الحكومة هذه المرة ولكن كل هذا ليس مؤكد الليكود كان في وضع أحسن مما كان عليه الآن في انتخابات أبريل عام 2019 الانتخابات الأولى كان هذا الليكود وكتلة اليمين 60 أضو كنيست ولم يتمكنوا من تشكيل الاتلاف في انتخابات الثانية وصلوا إلى عدد أقل إلى 55 الآن ربما يصلوا إلى 58 أو 59 وحتى لو وصلوا في فعل إلى 59 وحتى ربما 60 فليس من السهل سرقت هؤلاء الأعضاء من أحزاب أخرى خاصة إذا كانت هذه الأحزاب متماسكة وكانت هناك مراقبة لجميع الأعضاء وبالتالي قد يمنعون هذا الانزلاق باتجاه حزب الليكود طبعا في حال فشل ذلك يبدو أن السيناريو لإقامة حكومة أقلية بمعنى حكومة من الحزب أزرق أبيض وتحالف أحزاب اليسار برئاسة العمل وبدعم خارجي من القائمة المشتركة وحزب ليبرمن والتي تعطي مثل هذه حكومة حكومة الأقلية تعطيها ثقة 61 عضو في البرلمان يبدو أن هذه الإمكانية احتمالاتها ضئيلة جدا نظرا لأن أولا حزب أزرق أبيض وبكل أسف أعلن على الملأ قبل الانتخابات أنه لن يستند إلى القائمة المشتركة في خطوة عنصرية مستهجنة غير ديمقراطية غير مفهومة كيف يستثني حزب تقريبا وزنه نصف حزب أزرق أبيض نفسه ويمثل 20% من السكان في البلاد ولكن هذا ما أعلنوا عنه إذا استمروا في هذه السياسة وهذا النهج العنصري ضد القائمة المشتركة فعندها لن تكون هناك إمكانية لإقامة حكومة أقلية ويبقى الطرح الوحيد الوارد في الحزبان هو إما انتخابات رابعة أو حكومة وحدة وطنية وقد يلعب كل الطرفين بالأوراق الموجودة معه من أجل تحسين فرصه عندما يدخل إلى حكومة وحدة وطنية بمعنى أن يحصل على أكثر ما يمكن من الحصول عليه خاصة التناوب الذي كان مطروحا في الانتخابات السابقة متبقي لدي دقيقتين أريد أن أسأل ضيفي مائر كوهين وأيضا أعود إليك فيما يخص في حال عجزة عن تدبير عضوين هل نتوقع أن يقدم نتنياهو تنازلات برأيك بالنسبة لإسرائيل بيتنا؟ هذا أمر وارد وفي السياسة عموما يجب التعامل مع كل شيء يعني كل شيء قابل الحدوث وبالتالي من وجهة النظر ليبرمان هو ممكن أنه ينضم إلى حزب الليكود مرة أخرى ولكن العداء يبدو يوصل إلى درجة من الصعب جدا أن يجتمع الجانبين سوى نتنياهو وليبرمان وحتى أن لا يزال ليبرمان هو الكفة التي ترجح كفة الميزان هو طبعا بشكل عامل مهم في ترجح كفة الميزان لتشكيل حكومة ولكن هذا الأمر يتعلق بليبرمان الذي يرفض الانضمام إلى حكومة تستند إلى الحارديم المتزمتين سيد محمد بالنسبة للقائمة العربية هذا أعلى عدد من المقاعد للأحزاب العربية في تاريخ إسرائيل ما الذي يمكن أن تقدمه هذه القائمة في ظل تصاعد اليمين المتطرف وبالتالي نتساءل أيضا ما الإشكاليات التي سيواجهها الفلسطينيين في حال فازا واستطاع بن يمين نتنياهو تشكيل حكومة يعني القائمة المشتركة والفلسطينيون في إسرائيل والقوات الديمقراطية المتحالفة معهم بالواقع هم دائما أمام خيرين أحلاهما مر حتى في هذه الانتخابات عندما كانت نالك فرصة ربما وأيضا في الانتخابات السابقة للإطاحة بن نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة نرى أن الديمقراطية للأحزاب الإسرائيلية الصهيونية هو واحد بمعنى لا استناد لا اعتماد لا مشاركة لأي حزب عربي في الاتلافات الإسرائيلية الحاكمة وهذا هو النهج منذ أن قامت دولة إسرائيل حتى الآن باستثناء مرة واحدة عندما كانت نالك كتلة حاسمة أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين وبالتالي الخيرات الموجودة حاليا أمام القائمة المشتركة ليست بكثيرة ولكن أعتقد أن اليسار الإسرائيلي وحتى الوسط الإسرائيلي بدأ الآن يتيقن أنه لا يمكنه على المدى المنظور أن يغير وأن يطيح بحكم اليمين برئاسة نتنياهو إلا إذا تحالف مع القائمة المشتركة وممثلي الجماهير العربية الفلسطينية داخل إسرائيل شكرا جزيلا لك سيد محمد دحلى الخبير في شؤون القانونية والدستورية من القدس أيضا من القدس أشكر مئير كوهين الدبلوماسي السابق شكرا لك موعدنا يتجدد غدا في غرفة الأخبار فإلى اللقاء